الطريق الى مكة والرحلتنا الى مكة باقل تكاليف نحن للمكة ونرى بعد 2 عام و اشعر جداً اليوم ان شاء الله سننجدكم في رحلة من مدينة روما الى مكة المكرمة عبوراً بجدة ونحكوكم كامل تفاصيل كيفاش قدرنا ندير عمر شعبان باقل تكاليف سن نظركم كيف تستطيع اجراء عمرات لا يوجد أي اجنسي فقط تستطيع الانترنت اول حاجة التاعنا هي اننا دينا الطائرة من روما لانه الان طائرات تقدر تديهم من اوروبا باقل تكلفة بعد نحكوكم على الطائرات من مدينة روما نحن كرينا في هذه اسمها تيرميني عندك حوائي سهلين بايش تقدر تروح اللايرابور سواء تتوليزي البيس اللي هو هنا احده ولا تتوليزي التران اللي يديك في 30 دقيقة او تتوليزي تاكسي سوف نذهب إلى ترين نشرنا ترين تيكتش في هذا الفيديو ان شاء الله كاسويست راح تشارككم جميع المعلومات اللي تحتاجوها باش ننظموا رحلة عمرة وحاتكم ان شاء الله البداية هتكون من الطائران اللي احنا عطوكم عروض رائعة واللي احنا جربناها وكذلك الاسيم اللي تساعدك انك تكون كونيكتي في اول لحظة وبعدها راح نحكو لكم على الهوتيلات والفنادق اللي قريبة على الحرب واللي بعيدة وكل شي وبعدها ان شاء الله احنا عطوكم كذلك التنقل في وسط مدينة مكة ان شاء الله وبعدها كذلك راح ننشوفوا الاكل باقل تكاليف ونكتشف جميع الاشياء اللي راح هتساعدكم باش تفوتوا عمرة ان شاء الله باقل تكاليف وكذلك وحدكم تابعوا الفيديو الى الاخير ما تنزش تشارك الفيديو مع العائلة التعك والاحباب وكذلك الناس اللي هم رايحل العمرة ولا نويا يروحوا ان شاء الله كي تجوا المطار روما تقدروا تمشوا حتى هذا الترين كين واحد بثمانية اورو اللي يدير ساعة كين واحد باربع عطاشن اورو يدير نص ساعة انتو مع الحساب اهوان معلك الا تمشي حوالي عشر دقائق لان معلنا الا نروح ونمشوا لانه طيران لدينا منا من روما مهم للناس اللي حب تروح بلو كوست طيران لو كوست للجدة كينين دول بينين مثل روما ميلانو بوخاريس كذلك وقينا بودابست ما بادي نحط لكم لاليست تعال المدن اللي روح منها هذا الطيران اسمه ويز اير يضيك ديركتومون من كل هذه المدن الاوروبية ديركتومون الجدة وبسعر خيال موقن طيران اللي اخترناه هو هذا ويز اير ويز اير دير عروض خرافية لجدة لهذا روعة ندخلو نديرو تشاكين وبعد سهل ويز اير دير عروض خرافية من اوروبا الى جدة لهذا احنا لقينا واحدة من العروض من مدينة روما اللي سقام آلي روتور إستر ترجع على ميلانو واحد المئتين اورو مئتين وخمسين على حساب اللاقاج حنا نديم زف باقاج جينا شوية مئتين وخمسين هكاك ولكن تقدر تدي حتى المئتين اورو معنا تقدر تلحق حتى اللي بيو سبعين اورو اذا كنت تدي غير ساكادو صغير there are other company of course so this is up to you this one for us it was the best على كل حال ثم ثم فيت فيل لانو كانت عادنا priority كنا شاريين باقاج اكسترا الان ندخلو الداخل ونحكي لكم على الحاجة الثانية اللي تقدر تعاونكم بزاف واللي هي الانترنت احنا انا وإستر وزرنا رحنا هبطنا الابليكاسيون تعنيميرو سيم اللي استعملناها في سنجابور استعملناها في اوروبا استعملناها في تركيا وزيد رح نستعملوها ان شاء الله في جدة وتشوفوا قاعدة زي طابكي فاش لانو هي رح تسهلكم عند وصولكم الى جدة تكون عندكم الانترنت هكاك ما يسرقكم حتى مشكل ومن فومي عجعتكم كما نقولوا الوقت باش تسخصوا الناس ولا تدخلوا تليفونكم تلقوا كلش تقدروا تشروا ليتيكي تقدروا تديروا كلش على كل حال نعقبو السيكوريتي تشاك وان شاء الله نشرح لكم كامل تفاصيل لانو صح ولت الرفيق الدائم في الرحلة التاعنا نحو العالم ولت هي الحاجة المهمة لنديروها قبل ما نرقدوه في كل سفر لانو ناس طالوها ونجدوها على كل حال نحكيكم كيف يجديروها بعد ما نعقبو السيكوريتي تشاك هل ان شاء الله ان شاء الله الان وصلنا الشبيبة باش نشربوا قهوة ان شاء الله لانو مصباح مشربناش قهوة الحكاية تعمل تعسيم كارت هي اهم حاجة في السفر لانو هي اللي حد خلينا كونيكتي في كل وقت انا وستر كل مرة رانا نختاره من نميروسين هذه الابليكاسيون تهبطها تحط الرقم التاعك اللي ركس تعمله في بلادك معناها الرقم التاعك تاعد زاهر ولا تاعد أوروبا ولا يتحلك ديركتو مو كونت يتحلك كونت تدخل تروح على طول تختار موبيل داتا واللي هي الانترنت تدخل في سعودي يخرج لك عندك في سعودي أنا لما ندخل هكاك في سعودي تلقى عندك بزاف اختيارات عندك اختيار تاع جيجا واحدة بربعة أورو عندك اختيار تاع ثلاثة جيجا بحدى عشر أورو كان اختيار تاع خمسة جيجا أنا وعز تخيرني اختيار خمسة جيجا لما تشريه تروح على طول ماي بروديكت كنت تدخل ماي بروديكت تلقى ثمك لي ركشاريها انت ومبعد تكليكي على انستالي وحدها هي تنستالي هذا هي التطبيق راه يدعم كل هواتف جديدة من سامسونج جديدة على الهواتف الابل جديدة مهم اي هاتف خرجوا في السنة والأخيرة يدير سيبورت للأي سيم تقدروا تستعملوه لانه رايح تقدر تنستالي فيه السيم كارت تاعك ومنها لما تنستالي يخرج لك ديركت باللي عندك اي سيم تمك هذيك تستنى شوية تاكتيفة تديرها ومن بعدها وشنو الحاجة الشابة هي انو لما توصل للمدينة ان شاء الله ليرك رايح لها كما ان شاء الله احنا يا في جدة لو كانتشوفوا انا وستراني داير خدمت بها في سينجابور خدمت فيها في تركيا وخدمت بها في اوروبا فريمو عجبتني وهذه المرة درتها لكم فلوغ المرفة درتها لكم ريل اشرح لكم كم التفاصيل هذي المرة درت لكم فلوغ ان شاء الله نخلي لكم إذا حبيتوا تهبطوا هذا التطبيق بايش تستعملو نخلي لكم اللينك في الديسكريبشن دخلوا الديسكريبشن تعنا تلقاوا اللينك تاحا وين تقدرو تهبطوا تديكم للأبل ستور ولا بلاي ستور تهبطوا وتبدوا تخدموا به حاجة روعة الآن مع لنا إلا نفطرو جبنا فيك رواصة استر كاملت بصحتك الآن رانا نلبسو الإحرام الحمد لله نقدرون نلبسوه هنا في في أصدقاء تاعي كانوا في بخارس وقدروا يديروه بهذا رانا رفدينه نطلعوا للطيارة بس بس في الطيارة سور طيارة صغيرة رح يكون صعيب نلبسوه فيها خير شاء الله لك تخايف هذه الحاجة اللي كنت خايف منها بزف هي أنني ما نقدرش نلبس الإحرام والحمد لله نورمال مو مريقلة سوف يالناس اللي يجاين من أوروبا شريت كلش من وعد المحل من دراريا يعطيهم الصحة بعد نحط لكم تصويرات على المحل شريت منه كلش من اللي كنا في تزاير الحمد لله شوبي بأكثر حاجة كنت حبها هي أنني كنت حب ندير الإحرام في روما على وش لأنه كنت خايف في الطيارة طيارة صغيرة وزيدل وسخ وكذا وما كنت خايف منها بزف الحمد لله يربي وفقني أني درت الإحرام هنا معناها عندي في الميقات حتى في الويزئير في الميقات الطيار يقول بالي أن وصلنا الميقات سوف يقدرون نعقدون نية العمرة إن شاء الله الحمد لله يا ربي حتى من أوروبا تقدر تدير العمرة وبأقل تكاليف وزيد بزيادة تعود لابس الإحرام وآلس حتى صاحب يقول لكم في بوخارس دار الإحرام وفي بوخارس معنا في كل دول إن شاء الله في آخر هل تستطيع حمد لله أستر لبست أنا لبست روعة أنا هذي أكثر حاجة كنت خايف منها من هذه الرحلة كنت حاب مبرتجيها معاكم باش باش أي واحد عنده تساؤل إنه حتى في اليوتيوب ملقيك أي تساؤل أنك تقدر تدير الإحرام إن شاء الله ها من ناس دير الإحرام هاي أستر لبست سوال حد داخل كل إشرا واشت كل إشرا وشاء الله والحمد لله يا ربي لا معلنا إلا نطلعو في طيارة لأنه رمعي عيتون رمع رطار بزاف لدينا الكثير من لدينا في جهاز لذا التشعر ممتع لأنني أقصد هاي لكن كما أستطيع لا أستطيع لا أستطيع كنت بذلك وحصة 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 أن تساؤل شكرا جزيلا شكرا جزيلا نسعدنا للطيارة هنا بلاستنا الحمد لله الطيارة معيشة 100% كانت الأجانس من البانيا كانت من كوسبو لأنهم يقدروا إسكال في إيطاليا في كورسا هم يتولزوا هذا الطيارة لأنهم مرنا من البانيا من العاصمة البانيا روما روما من جدة سقام المرخيسة بزات ماليسك الحمد للخير أربي وإن شاء الله ذحلة تم مليح وإن شاء الله يتقبلنا الآن لم نزل مدينة العمرة العمرة نبدأها لما نوصله للميقات البيلوت إن شاء الله حيقونا وصلنا للميقات ثم يكنا عبدونيات العمرة إن شاء الله نتكلم على الارضة نحن نتكلم على الارضة إن شاء الله نتكلم على الارضة إن شاء الله نتكلم على الانترنت إن شاء الله نتكلم على الفيزا وكذلك على الترانسبور بشترح قول مكة ثم على الوتيل ثم على حاجة أخرى نحن نعطيكم معلومة جنرال علاقات كفش ترقى واحدك بدون وكالة وإذا نحب أن يترح واحدك لا يمنحون الوكالة لن تتعلم وكما كانت ولكن كلنا نحن 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 نحب الروح واحدنا لن نحن نحسن روحنا مرتعين أكثر نديروا الحاجات التي نحبوهم في أي حالة ننتهي في المنزل الماء في المنزل الماء وننتهي لدينا مشاركة في الوقت أنت تعرفين عندما نصلحنا لدينا شيئا لكننا لا يمكننا نبقى على هذا لننتهي سوف نذهب وننتهي في المنزل وننتهي معاً نشاهدك عند الدخول توصل للمطار الأقديم شبيبة الآن رأنا وصلنا إلى جدة تروح تدير على طول الفيزا الرايفل هنا يا جيك على اليمين نحن ندخله الآن ندير الفيزا أستر بما أنه هي إيطالية تقدر تديره عادي في التلفزيون أنا من قدرش ندير الفيزا في التلفزيون لازم نديرها مع أجند رأني نستنى الفيزا السعر التاحة نورمال ما وش حال هماش مئة دولار وعشرة هكك الآن قولوكم ش حال فيزا كارتا 480 أورو حوالي 110 أورو هكيك الحمد لله يا ربي الآن جبت الفيزا تعيدرنا الفيزا على الوصول لأن السعودية إذا كان عندك إقامة أوروبية أو فيزا أمريكية أو فيزا كندا أو فيزا شنغن تقدر تدير فيزا عند الدخول هذه رسمية لقدرتها ولو تكون عايش في أوروبا ولا غير أرواح تدير الفيزا عند الوصول ولكن تقدر تديرها كذلك أولاين عبر السيطة على الفيزيت سعودية الحمد لله يا ربي شبيبة كانت بروسس شوية طويلة أولنا ما خرجنا الفيزا وعوالك الحمد لله دلنا الفيزا بتاعنا الرايفل أول حاجة احتاجناها نيميروسيم على ذيك لننصحكم خوتي لأنه لما طيارة حطتنا إحنا ساعتين وإحنا برا ما نقدروش نستعملوا انترنت فنكاش انترنت في المطار ما نقدروش نشلو سيم كارد ولا علوش كانت الانترنت ديجا عندي ساعتين وأنا كنتم كونيكتي احتشت أوراق من التليفون تعيز استعملتها حاجة الوحيدة اللي يدرتها هي أنني دخلت في السيستام اكتيفيتها والحمد لله يا ربي جاتني عندي سنك جيدركة مع لي إلا نشوف طريقة للوصول رابيد نوصل بيها إن شاء الله المكة نحن سوف نحصل على الإعادة ونعطي لتاكسي ونذهب إلى مكة إن شاء الله إن شاء الله نحن لم نتوقع للهاتف هذا الموقع لقدرنا دوة وقتنا فتركنا ونظرنا لذي نتوقع لذي نتوقع لذي نتوقع على كل حال الشابيبة مهم أنا نصحة هلا نصحة لكل واحد فيكم هي أنو ديروا هذه السيم كارد لأنو دركها لين باش تشري سيم كارد لين كبيرة و احنا ما عندناش لوقت لازم نلعبوا الوطيل لازم ديروا سوالح نفعتنا بزاف والله يعطيهم الصحة نيمرو سيم ربيد مو ريقناها we don't need the sim card we have our a sim بلان وصلنا للوتيل تاعنا للغرفة تاعنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انشاء الله سعر تاعها المكان تاعها ما شاء الله على كل حان انشاء الله هناك اكتر تفاصيل بعد العمراء الآن ما علينا الا نغطسلو وننطلق انشاء الله للعمراء تعنا والان منعقدرونينا نصورو فسكو في الجامع في المسجد في الطواف كل شيء نخلوه انشاء الله بين الله عز وجل مابي and I just wanna go to the mosque I will change quickly for the omrah انفجروا ويوفيميش عمراء انشاء الله ويوفيميش سيوا لاتر الآن أتمامنا العمرة التاعنا. أحبنا نصور الوالو. الآن خلاص. تعيق لي أنه أتمام العمرة. إن شاء الله الآن نلتقى مرة وإن شاء الله هدوكم معنا الصلاة الفجر. الحمد لله. الحمد لله الشبيبة. الحمد لله. وصلنا إلى نهاية العمرة التاعنا. الحمد لله يا رب يدرنا عمراتك وفصقنا. وقدرنا نصوركم حتى تفاصيل داخل المسجد لأنه حبناها تكون. كل مرة نكونوا في العمرة نديروا مضافيا. احساس روعة الآن لازمنا رحونا تعشاولي أنه راحي 3-3 صباح. بقى النازو سواء ونصف باش ندخلوا ونصالوا صلاة الفجر. عوالنا ما ننجعوه في الوتيل. لازم ما ندخلوا ديرك ثموا للمججد. بس كنوا كنا نجعلوا الوتيل شوية بعيد. كنت جميلة. خليج فو أستر. ويسرت جولة إستر. أنا محبا يا رب. يمد لله. يمد للغاية. وننحن نحن نأكل شيء ونحن نحن نعمل من هذا النوم ومن ثم سأعود إلى المسجد أخرج إلى الصحن لنقوم بصلاة الفجر ونحن هناك الكثير من الناس لأنه في 10 شعبان القريب اليوم 10 شعبان أو 19 شعبان أنا قريب الرمضان وهذا وقت مفضل للعمر لهذا في كثير الناس ما شاء الله الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله إلا الله الحمد لله شباب الآن كمل الآذان الأول بدأت الصفوف في الصحن سبحان الله ربي اليوم خلنا نتمم العمر الحمد لله والآن بعد العمراء بعد العمراء عودت خلنا للصحن باش نصلوا صلاة الفجر مرجحناش للأوتين الحمد لله يا ربي يا قدر مازلنا أنا نرسل لكن في أخير في أخير إن شاء الله الحمد لله الحمد لله الواحد يحمد ربي أخير لأنه حبينا إحنا هذا العمر أنا وأستر لأنه رحنا دع وجدرنا في هذا العام كانوا كانوا أيام رائعين لهذا قررنا أننا نديروا كما نقولوا رحلة استريحوا فيها والرحلة بشغل كل فاقوس واخترنا مكة تكون وجهتها الحمد لله رب والآن أسترح في جهة عنسا أنا راني هنا أقدرش مفارتاجي معكم أكثر من هلك الآن نقرر شبية قرآن لأنهم بعد يتلقوا في الشمدرا إن شاء الله الحمد لله الشباب إماجينوا من البارح صباح في روما لليوم في متا سبحان الله ولكن الحاجة الرائعة اللي فريمو عجبتني اليوم هي أننا قدرنا نديروا العمرة تعنا قدرنا نديروا التحية من العمرة وقدرنا كذلك أننا نصلوا الصلاة من العمرة وقدرنا الآن من الصباح للصبح مرحلة إلى اليوم من المهاب حتى المرحلة إن شاء الله ندخلوا للأتل ونرتاحوا وبعض غدوة راحين كذلك نشرحو لكم الفندق كيفاش تحجز فندق بعض التكاليف وكذلك وين تقدر تاكل وبعض التفاصيل الأخيرة إن شاء الله في مكة نديروا بكم جول وليس غدوة اليوم اليوم כذلك لا يمكنني أن أخبركم والآن نذهب إلى المسكينة أستر مسكينة تعبتي أستر الحمد لله إن شاء الله فيها خير أصباح الخير عليكم الشبيبة الحاج بالقاسم الحمد لله يا ربي وفقنا ربي أننا عدنا إلى البقعة المقدسة وعدنا إلى مكة ودرنا عمره الحمد لله الحمد لله شاركنا معكم بعض اللحظات الأمس بعد العمره من اللي كنا في العمره حتى نحلقت بعد العمره شاركنا معكم لأنه في وسط العمره كان إحساس رحيب أبقى غير كيف تجي للعمره تجي لك الإحساس كنا تعبانين تخلنا للكعبة راح تعب عشنا يا مومو ما شاء الله والحمد لله يا ربي الان راح إن شاء الله نشرح لكم على الحاجة الثاثة أو الرابعة هنا كيفاش تقدر جيد العمره بأقل تكاليف نورمون مو بعد ما حكينا لكم على الطيران وعلى الانترنت وعلى النقل ايه النقل ما حكي لكم شارك خليني في عجالة نحكي لكم عن النقل النقل من جدة إلى مكة كان ثلاث حويج احنا الأمس أخذنا طاكسي تقامتنا مئة وخمسين ريال واللي هي حوالي سبعة وثلاثين أورو من مطار جدة القديم لأنه ويز اير تحطك اللوكوس تحطك في المطار القديم ثم ما مكنش للقطار جابنا ديريكتهم وإذا كنت تزو صحاب ثلاث صحاب تجيكم الخيسة لأنه ثم كان خيارات إما تركب طاكسي بالشخص الواحد خمسين ريال للشخص الواحد ولا تدي طاكسي واحدك يبدو من مئتين مئتين وخمسين ثلث مئة وكامل احنا لقينا واحد بحسبنا مئة وخمسين إن شاء الله يكون هذا هو السعر نورمال ما هذا هو لأنه مئة كيلومتر سبعة وثلاثين أورو الخيسة بزعف أو تحجز قطار الحارمين إذا نزلت في مطار جدة الكبير جديد اللي هو المحطة الأولى والمحطة الشمالية هي مطار جدة القديم يعني عسوا رواحكم لأنه إذا كنت تحاجز التران وتوصل للمطار القديم لازمك تروح للمطار الجديد ومطار جديد حوالي عشرين دقيقة وكان كذلك الحافلات اللي تاخذك من مطار القديم ولا من مطار جديد على جدة واللي السعر تاحها حوالي عشرين ليار كما أنت كما حبيت أنا نصح إذا كنتوا جايين وحدكم البيوس هاي لبزة فرخيسة لأنه القطار تسعة وستين ريال واللي هي حوالي سبعتاش أورو وثمنتاش أورو كل واحد كيفاش يحب الآن نحكو لكم عن الفندق أستر تحكي لنا عن الفندق العزيزية العزيزية تحكي لديه تحكي لديه تحكي لديه تحكي لديه تحكي لديه كل ثلاثين دقيقة كان الباس اسم الفندق فندق الميدان كريناه من بوكينج لديناه في العزيزية موش بعيد بزيف كما قلتكم أستر ننصح به أنا الصغار ما ننصحش به الرجال الكبار والشيوخ بعد إن شاء الله نوري لكم واحد الشارع اللي تقدروا تسكنوا فيه إذا كانوا رجال كبار أو عائلات أو أحسن قريب مسافة تمشي هذا المسافة لديه على كل حال الغرفة كما لكم تشوفوا هنا عندك هنا ونتحط تصوال حكو التلفزيو هنا عندك أهم حاجة هي الطوالات لديها في العمرة تكون نظيفة هنا عندك طوالات تاعة هنا عندك أحسن عندك مكان كتشين صغير وان فيه قهوة ولا اتاي وهنا عندك قردروب فيها قشك وعندك الفريجيدار وغرفة ماشاء الله واسع إن شاء الله إن شخصت جدا وليسا لدي فقط إذا لا تريد أكثر من أفضل ومشترك أمريكا مستقرار ومشتر هذه أسخة فرصة مرحلة لكما تصبح أوراما تفعل مرحلة في أوراما وهذا مرحلة بشكله نحن الهبطة للحرم نحن منه مرحلة العديد لأج fantastية بعض الدعاء من الطبيعة المترجم بحاجة تأخذ عدد الحرم يجب أن تدخل المسجد الخيار من الخيارات اللي حنا نديروه. وهو إحدى برج الساعة. وين فيه أقل تكاليف وين تاكل مليح. شفووا ما شاء الله الفندق عندك كيتا هبطت تحت عندهم هنا يا شغل مقهى. وشوفوا لوكسوريا. باين بلي فندق. له تردودك اوه هذا مج pasta اتفضل اه لقاءها ايك اوه ماشا الله احنا في وسط الفندق شكراً لكم نرجى هنا هذا هو مجرد هذا هو مجرد جداً سأأتي هنا بعد المسجد نرجى هنا هذا هو مجرد شكراً هذا هو مجرد هذا هو مجرد وهم يبقى لذلك هم مباشرة هذا هو مجرد السيطرة سوف نخرجه الثانية ترجى إليك الثانية وبالت Wing الثانية يستند للهجم ، فنقود جارب يستميل ما حديث في هات datas . witches , profession . . . إنه في صنعنا في وطنة نقدر الواتيل تحvar مائنا نجرب بها نتظري هنا نرى الواتيل مهم جدا ندري أجل تقدر أن تذهب لنرح الواتيل الواتيل الليح ذاك أو المكايا لا دائما إذا لم يتضح دائما إذا لم يتخطو فقط أو 2 ريال لهذا كما قلت لكم إذا كنتوا في كاش فندق تقدروا تشوف الفندق ليحداكم تولوا تركبوا مع البيس الليحداكم يعود هكا كي لكونوا الصحابيش لأنه كل فندق عنده توقيت معين لحنا الحمد لله يا ربي زهرتنا لأننا رايحين وصلنا الآن شبيب الحمد لله يا ربي هذا هو السطاسيون تقالي زوتيل زوتيل قالي راهم بعاد على المكة خلاص ها هو برج الساعة الكعبرة هنا سوف يوجد أي أوتيل بعيد على مكة تلقى لي بيستاعه هنا يحطوك تروح تصلي وترجعه ها كان زوج كين وحدة نورمال شعاب علي اللي رانا فيه احنا قريبة على شارع غزة والثانية جاي الفوق نظن في جهة الجياد على ما اضع يكتبوا لي الناس اللي راهم لا يوجدون العمر أو لا يعرفوا يكتبوا لي أسامي تاع لستاسيون للزوج لأنه نحنا نجدد هنا انتم هما أهل العلم كما يقولوا الناس اللي راهم لا يوجدون العمر يكتبوا لي أسامي تاع الستاسيون شوفوا ما شاء الله ليبيستاع قاع الفنادق هنا ها هم كما راكم تشوف فيهم هذو قاع هما الفنادق اللي بعاد على الحرم والحاجة المليحة اللي لقيتها هي أنه هنا كين البيك كين طازج كينين بزاف كين بتاع الماكلة هايلا معناها إذا جيت كنت جيعان تاكل وتكمل إذا كنت كملت الصلاة تكملت كلش وعندك الوقت تستنى واحد الساعة أو نص ساعة تقدر جي تاكل وتروح حاجة بريمو ما شاء الله هايلا وهنا يبيع وتقدر تشري حوائج هك هك سلام الله تقدر تشري حوائج ديكالو ولا منا أجواء مكة خورافية هم جاوي البوليس جاوي البوليس الهربة 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 الآن ندخلو نتمشاو كذلك نوريكم الخيار الثاني للاكلهم بعدا إن شاء الله ناكلو من دكوا كذلك الخيار و sweaty شتوا أبرج الساعة كيدخلهم الداخل فما لي ريستوران والمقاهي وكل شغالي لو كان البرج صغير يبان ولده صغير اسمه برج الصفوة هذا برج الصفوة كذلك من الاماكن اللي تلقاوا فيها الاكل الرخيص الامس كلينا شخصين طحت الناس 47 ريال واللي هي حوالي 11 دولار هذا ما كان من بعدين يدخلوا الداخل نشرحوكم الان وقت صالت المغرب قريب نروح ونصلوا المغرب ان شاء الله ورانا نجولوا في الحرم عندك مشية تاعة 5 دقائق ولا 10 دقائق توصل الى الحرم انتجارنا في الحرم ولكن معنى توصل الداخل باش تصلي الداخل في المسجد والله غالب الان لازم باش تدخل للصحن للكعبة لازم يكون عندك شو اسمه لازم تكون لابسي الاحرام احنا اليوم صلوا شبابا الراس وفصطح بس كماناش لابسي الاحرام ما شاء الله الحاجة اللي تعجبني في مكة ومدينة وفي الاسلام هي انه تشوف جنسيات كاملة هذي الحاجة لما تدخل تق شعر بدنك انا والله الامس لما دخلت الدمعة كانت طاحت لي تاع الصح لانه تحس بعظمة المكان والجنسيات اللي كاينين هنايا كل جنسيات العالم في مكان واحد وتتمشها كامل قاصد حاجة واحدة واللي هي بيت الله عز وجل وقاصدين الله عز وجل شيء رهيب وجاينا في شعبان في اوائل شعبان ما شاء الله ما شاء الله شوفوا الناس من كل من كل مكان قاصدين بيت الله عز وجل وهذا حاجة ما شاء الله شعرنا هذه بخمسة ريال كيف نعمروا فيها الماء باش نروحوا للوتين يكون عندنا الماء تعزمزم هذا الوقت بقي على الصلاة حوالي نص ساعة ولكن اماكن الصلاة كلها فول داخل برعة ان شاء الله ما نظن نقوم بلاصة داخل اليوم ونخلو اللي عشان ان شاء الله نطلعوا الاسطح ولكن وين لقي نارة في الحرم حاجة مليحة انك وين راك تصلي راك تجاه في الحرم ولكن بجديروا حسابكم انه مرحلة هذه كل شيء مغلوق يكون صعيب انك تصلي في الداخل داخل 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 الناس كاميرا هي قاعدة هنا شدة بلاست هالي صلاة المغرب كين بلايس وينت توضى كين اللي توالعت كين كل شيء هذه الحاجة اللي مليحة والان ما زالوهم يبنوا وكملوا البنيان احنا من اللي جينا معرفة كان هذه فيها بزاف البنيان وكامل ذو ككل شيء تريق البنيان كين نترو وزي طاش وكين الفوق راهم هما ثانية بأنه الداخل لهذا ليس باس راها قليل صعيب انك تدخل تصلي الداخل نحاولو ان شاء الله الحمد لله الان على ما اضر راح نطلعو للفوق كين بلاست ان شاء الله نقدر ونطلعو الفوق يا الله ربي وفقنا أبرونا ربي وفقنا اننا صلينا هنا في افتاع الحمد لله ربي وفقنا اننا صلينا هنا في الصفاء المروع ماشاء الله الحمد لله الحمد لله نحتاج في القبيل نعم نعم الحمد لله شبيبه المرة الجاية ما تفقدوش الأمن ما تشوفوش الناس قاعدين بره تقعدوا بره معناها تقعدوا تقدروا الدور الثاني في الصفة والمروة أو الدور الثاني الداخل تقدروا تدخلوا تصلوا الداخل ونقوموا بالقندورة معناها وكشوش لهذا إن شاء الله بسم الله إن شاء الله لازم كل مرة تحاولوا أن تدخلوا الداخل ومسجد أحسن بسم الله سرح نحاول ننتظر صلاة العيشاء إن شاء الله ننتظر الآن داخل المسجد هذه الأماكن كلها بين صلاة العيشاء وصلاة المغرب وهذه الصلاوات يكون فيهم دروس وكل شيء كذلك الناس تفطر اللي صايمة وتفطر هنا الداخل وقع كين كل شيء يحطوا قراتوي الماكلة وقع كنحشوف الناس هام يفضروا هنا هنا الفطور لقال الناس تفطر أغلبية الناس اللي كانت صايمة أو لا ما شاء الله الجو هاي الهنا نحاول إنو أستر نصلوا للعشاء الآن في السطح هنا كلهم رام يفطروا هذو الناس الصايمين الجيهات عن الناس اللي صايمين ها تقدر أنك نحاول ونطلعوا الفوق للسطح الآن إن شاء الله ما شاء الله هكذا كل الأماكن عاودوا خدموها ما شاء الله شوفوا جانب قصالات لتقدر تصلي التقط باللبس تاعة وبعدها كان المكان اللي يدخلوا له الناس المحرمين وين رهم يفوتوا هذوك نجمي إحرام أما الجانب الثاني من المسجد كله تقدر تدخل بالقندورة تاعة لا تقدر تقعد من العصر حتى اللي عشاء حاجة روعة ما شاء الله أنا ننصحكم أنكم دائما 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 تدروا مجهود أنكم تدخلوك ولو تدخلوا معد الباب وما يحاول يقولوكم لا مغلوق ولكن إذا تكلمتم مع ممليحك يخلوكم تدخلوا لأنه أنتم جايين تصلوا الداخل في المسجد أحسن شيء إذا كنتوا كبار ولو كانت صعيبة تقدر تصلي برا نفس الأجر ما يختلفش الأجر ولكن الأجواء الداخل ما شاء الله جميل 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 كلهم يستمتعون بعضهم يستمتعون جميل 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 أنا وقعت لدي عمرنا أغير نتجوله وصلنا لفوق من الأسطح أسطح كذلك معمر أستر مسكينة تعبت من العمراء وظهرها عندها مشكلة يظهرها إن شاء الله ترتاح لأن القابلة صح بينا نصلوا في الأسطح طاير ده عمراء بصهارت إن شاء الله هنا إن شاء الله إذنين القابلاصة ريحوا فيها حتى أنا إذنين القابلاصة هنا الحمد لله الحمد لله الشبيب الآن ومنا الصلاة بخير الحمد لله رأنا رايحين ندوكم ووروكم المكان اللي إحنا لقيناه مليح للأكل وكذينك تأكل فيه بأقل تكاليف لأنه لو كانت تدخل هذا الكلوك تاور لو كانت تدخل داخل المطاعم كلها غالية و لوكسوري أما إذا شفتوا هذا هذا الطاور اللي هنا الصغير هذا الأبيض اللي تحته واسمه أبراج الصفوة هنا الداخل كاين كثير من المطاعم اللي تقدروا تاكلوا فيها في الطابق الثالث تاكلوا فيها بحوالي خمسة أورومية ترى في الدراهم زير تقدر تاكل هذا هو الحق ناله حتى التوقيت اللي اخترناه هنا توقيت شوية عيان لأنه جزء بعد صالد حيكون الاف الناس الداخل نحاول إن شاء الله نلقاهو شوية لكن لا يوجد الكثير من الناس لأنه لا يوجد الكثير من الماكلة إن شاء الله فيها أخير نطلعوا حبة حبة ونشوفوه وشكاين نطلعوا لازم نحب التاكل نرمال ما لدينا هذه البلاسة الهائلة أطلعوا الدوزية ميطاش في بعض المطاعم والتروزية ميطاش كذلك فيه مطاعم طيبوا ماكلة أوريون طال شوية روز جاج كباب نطلعوا من الماكلة نطلعوا وهنا يا تخرج في كامل المطاعم اللي كاينين هوا ما كانش بززاف الناس نقول لكم الناس بززاف ما يعرفوهاش ما يعرفوهاش بززاف الناس الأغلق بيه يروحوا لهذاك تاع الاخر السلام عليكم الله ما شاء الله يبيعوا كل شيء نطلعوا واحد اللي مسمى باراطا هذاك بنين هنا يدجاج الحمد ما شاء الله نطلعوا باراطا من هاي نورمال ما هذا هو يكمل وعندك البلاسة اللي تريح تاكل أنا تكمون دي الماكلتاك تدبر بلاسة تحكم بلاسة ومبعد تروح تكسوها شوف هادو ما اللي ياكلوا بالباراطا تبدو الروز بالباراطا كلش هاد رايطية في الباراطا وديه في الأوملات لما عليكم ما شاء الله هاد باراطا تعمل و ها يديه في الأوملات كلش هايزة هادي بالأوملات عندك خمسة معنى همين باوحد الان اوه ما شاء الله يقول له مسمى على البلاد هادي أوملات وهذه نديرها بكا نوخ اه لازم لان انا نشوف واحدة ندير هذه نلقوا بلاسة ونعودوا دينا واحد هذا الميل بسبعة عشر بطاطا وبرقر سبعة عشر من اللي هي حوالي ربعة أورو وانا اديت هذه اللي بثلاثة أورو ولكن شوفوا الاختلاف هادي فناعش وديت دو جو جو غاليين بزات الجو اثناعش للواحد معناها رح يسقام الجو غالي الجو بسكو انا حاب نشرب جو فريش الجو دورانجي دير ثلاثة أورو انا حاب نشربه ولكن انت تقدر انك تاكل واحدة كما هذي وتشبع تبع لانه تقنع بثلاثة أورو برقر اه ما في نقود اه باي باي خمسة وخمسين هاي لا خمسة وخمسين بوكن شوفوا اش حال جي عشر دقائق جو كثير عشر دقائق جو فريش فريش هذي هيد ثعي قدسكو عاي بهش thunder هذي سعر فيها الخضرة ويدير شوال suffered نور مال مو هذي كل هاي وخط فيها الخضرة اوهو قدسكو باللي يتقنيع شوف ماشاء الله اوهو هذي تايعي كل ما شاء الله الحمد لله هاذا هو عشانه اللي قلت لكم عليه. هادو زوج اماجينو هادو زوج كانوا ربع عشرين. وحدهم هادو برق غاليين بزاف. هادو سعرهم ستة اورو. اه خمسة اورو هادو الزوج وقيل لستة اورو هكذا. استر ديت بورجر مع لي فريت وانا اديت اه هادك شغل اللي مسمن بالفضرة اوقع. كل الجنار ربع عشر اورو. عشر دولار. عشر دولار. زاقتهم والشبيب احنا رانا ما نشربوا حتى من المشروبات. كما الكوكاكولا وكما هدو سواء لخاطيهم. احنا نشرب الا ليجي ولا ذركة. فاسكوا علاوش راح صار وقعوا. ان شاء الله قامنا عاودش نشربهم. صحتك استر انجوي. يور بورجر هوي. اوه بالصحة. الآن نخلوكم. انا اذا كنتوا جايين ناس كبار ولا ابعث الفيديو لعائلتك. ولا هكاك يستفادوا. امبيات الف يجو يأكلوا مليح هنا. إذا حبوا يبدلوا الماكلة. ولا جيت واحدك ولا تعود عارف منين تشري الماكلة. كمنا للاكلتا عنا. وهكاك كما نقول وكمنا لكم كامل من الطيران. للايسيم اللي اخترناها للتنقل. للوتيل. للاكل. معناها بعض الاشياء اللي اذا جيتوا اوحدكم صرتوا بزاك الكوبل. الجزائريين اللي عايشين في اوروبا. والجزائريين اللي عايشين في الجزائر. محبين يديروا حاجة وحدهم يكونوا قرين. يحس رواحهم انها موحدهم يدوروا ولا. يقدروا يجو والناس الكبار اللي ما يعفوش ولا كذلك. من حقهم ان يجو مع الوكالات. الوكالات احسن لانه دير يجيهم وتعاونهم. باش يقدروا يديروا كل شي خفيف. والترانسبور يكون خفيف. نحكو على اللي جان اللي قادرين يديروا. ان شاء الله تكونوا عجبكم. ان شاء الله تكونوا استرفتتم. نحن نعطيكم حاجة. الفيديو القادم راح يكون الفوق. شتو الساعة تحت الساعة شوية برك. راح ندولكم فيديو من غرفة من الغرف تحت الساعة ان شاء الله. سأقول لك شيء. نحن نتحدث مع امتعاني المطلية المطلوب في العالم. لأن هذا المطلوب يكون المطلوب في القهون.